بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في الله هذا الفيديو هو رد على أسئلة كثير من الملحدين الذين يدخلون فيشاهدون فيديوهات الإعجاز وسبحان الله يكتفون بمجرد التعليق والانتقاد والاتهام بأن المسلمين متخلفون وأن المسلم يعيش خدعة كبرى وهي الأديان وأن الإلحاد هو الوضع الطبيعي للإنسان أما الأديان فهي من اختراع هذا الإنسان أيها الأحبة دعونا اليوم نتحدث بشكل علمي ومنطقي وحيادي يعني دعوني اليوم أتحدث معكم بلغة العقل والمنطق والمصلحة الشخصية بالنتيجة كل إنسان يريد مصلحته الشخصية مصلحتك أين؟ اتبع هذا الطريق يعني أي معلومة أو أي سلوك أو أي منهج أو أي فعل يحقق لي مصلحة شخصية فمن مصلحتي أن أسلك هذا الطريق ولكن بشرط أن يحقق هذه المصلحة لنأتي اليوم أيها الأحبة لجامعات شهيرة مثل جامعة هارفرد هذه الجامعة العريقة قامت بمجموعة من الأبحاث على أهمية الإيمان بوجود خالقاً للكون بغض النظر عن دينه أو طائفته أو مذهبي بمجرد أنك تؤمن بوجود إله لهذا الكون إله خالق عليم قادر على كل شيء فأنت سوف تكون أكثر قدرة على تحمل ضغوط الحياة هذا الشيء إيجابي أنا بحاجة له أنا بحاجة وبخاصة في هذا العصر بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم عصر التكنولوجيا والعلم وضغط المعلومات أنا بحاجة لشيء يعينني على أن أكون أكثر قدرة على تحمل هذه الضغوط والأعباء والمشاكل التي نواجهها كل يوم فالإيمان بوجود خالق بغض النظر عن الخالق الذي تؤمن به أو شكل الخالق أو قدرات هذا الخالق ولكن بمجرد أنك تؤمن بوجود إله للكون فإن هذا يساعدك على التحمل تحمل ضغوط العمل والدراسة وضغوط الأعباء الاقتصادية وكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم الإيمان يساعدني يعني أنا شخصيا دعوني أتحدث عن نفسي أنا شخصيا أفضل الطريق الذي يضمن لي تحمل أكبر لضغوط العمل وضغوط الحياة بشكل عام الإيمان يحقق ذلك الإلحاد لا يحقق لأن الملحدين غالبا ما يتذمرون حسب هذه الدراسات العلمية غالبا ما يكون لديه إحباط متكرر لديه اكتئاب لماذا؟ لأنه يأس من رحمة الله يأس من روح الله فقد الأمل من هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى فأنا بحاجة لهذه الميزات لهذه الصفات التي يمنحني إياها هذا الإيمان إذن أنا لي مصلحة شخصية أن أكون مؤمن أيها الأحبة نحن لا نتحدث الآن عن الآخرة وعذاب جهنم وعذاب القبر وما بعد الموت نتحدث من باب العلم والمصلحة الشخصية لاحظوا أيضا في جامعة هارفرد في المشفى التابع لها لكليات الطب أن كثير من مرضى السرطان يستجيبون للشفاء بسرعة أكبر إذا كانوا مؤمنين بالله تعالى مع العلم أن الدراسة أجريت على أناس غير مسلمين نحن نتحدث الآن عن مجرد أن تؤمن بوجود إله أو خالق لهذا الكون سبحانه وتعالى إذن في حالة المرض إيمانك يجعلك أكثر قدرة على التماثل السريع للشفاء هذه مصلحة أيضا أنا شخصيا أهتم بها لأن كل إنسان معرض للمرض وبالتالي المؤمن بوجود إله قادر على الشفاء يكون لديه قدرة أكبر على تحمل الآلام والأوجاع وقدرة أكبر على التماثل للشفاء من ذلك الملحد الذي فقد الأمل لأن الملحد عندما يمرض ما هو الوضع الذي يفكر فيه لا يوجد إله قادر على الشفاء هو يثق بالأطباء طيب في حال أن الطب عاجز ماذا يفعل في حال أن ليس لديه تكلفة العلاج ماذا يفعل في حال كان فقيرا ماذا يفعل في حال كان يعيش في دولة متخلفة ليس فيها وسائل الطب الحديث ماذا يفعل لا يوجد إله يلجأ إليه بينما المؤمن عندما يلجأ إلى الله النظام المناعي لهذا الإنسان يعمل بكفاءة أعلى كما تقول الدراسات العلمية أيها الأحبة وهذه الدراسات لا داعي الآن لأن نذكر أين نشرت ومكان نشرها والعلماء الذين شاركوا فيها وأسماء الجامعات كلها موجودة على موقع الكحيل للإعجاز العلم في قسم أسرار الإيمان واليقين تجدون أكثر من مئة دراسة علمية حول هذه المواضيع الآن أيها الأحبة الإلحاد يقول لك تستطيع أن تفعل أي شيء يعني تستطيع أن تشرب الخمر إذا أحببت طبعا الخمر مضر بالصحة طبيا ولكن هناك معايير أحيانا يضحكون على أنفسهم يقولون هناك معايير لشرب الخمر إذا تناولت كمية قليلة منه فإن هذا يكون منعشا للقلب ومفيدا آخر دراسة علمية تحدثنا عنها أيها الأحبة منشورة أيضا على الموقع تقول ومنشورة على موقع بي بي سي تقول حتى الكمية القليلة القليلة جدا من الخمر تكون مضرة بخاصة بالجملة العصبية للإنسان إذن لا توجد حدود آمنة لتناول الخمر ويجب أن تتجنب شرب الخمر الله تعالى أعطاني معلومة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه الأطباء يقولون لك اجتنب الخمر هذا من الناحية العلمية أنا وجدت دينا وجدت عقيدة تقول لي اجتنب الخمر إذن أنا أتبع هذا الأمر لمصلحة شخصية الخمر أيها الأحبة ثابت علميا أنه يسبب سبعة أنواع أساسية من الصرطان سبعة أنواع ويحدث الإدمان على الخمر يحدث تشوهات في الشريط الوراثي دي ن اي تؤدي إلى مشاكل كثيرة في الجملة العصبية في نظام عمل الجسم بشكل عام لذلك معرض الذي يدمن على الخمر معرض لمشاكل كثيرة منها الصرطان طيب أنا من مصلحة الشخصية إذا وجدت دينا يحرم هذا الخمر بل ويعاقب عليه أن أتبع هذا الدين من أجل سلامة هذا الجسد الذي أكرمني الله به إذا كان أخي الملحد إذا كان لديك وأنا أقول أخي لأننا كلنا أبناء آدم كلكم لآدم وآدم من تراب كلنا إخوة في الإنسانية بالنتيجة يعني والملحد الذي أخاطبه أنا اليوم قد يصبح غدا مؤمنا وأفضل مني قد يكون عند الله أفضل مني ومن كثيرين لذلك أنا أخاطب عقلك وقلبك لأنني ليس لي يعني لست ضد الحادك ولست ضدك شخصيا لأنني لا أعرفك إنما أريد لك الخير أنا الآن جربت تطبيق تعاليم الإسلام وجربت كم هي تعطيك صحة وسلامة وهدوء نفسي تعطيك طمأنينة تعطيك استقرار ونجاة من عذاب الله يوم القيامة فلذلك أنا أخاف عليك أريدك أن أن تستمتع بنعمة تطبيق تعاليم الإسلام لذلك أيها الأحبة عندما حرم الله الخمر حتى إن النبي لعن في الخمر عشرة وذكر منهم شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها إلى آخره لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كل هذا التحريم لماذا كل هذا يعني التحذير من الخمر ليقول لك ليقول لك الله والنبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يريد لك جسدا سليما قويا معافا حياة مطمئن مستقرة تكون بكامل عقلك وبكامل صحتك لذلك أنا من مصلحتي شخصيا أن أتبع هذا الدين الذي يحرم الخمر الإسلام أيها الأحبة حرم الميسر القمار وهناك ولاية في هناك في أمريكا ميريلاند شهيرة بنواد القمار وقاموا وقاموا بدراسة كبيرة جدا على الآثار النفسية والجسدية المدمرة للقمار وخرجوا بنتيجة النتيجة التي يوصل إليها أيها الأحبة أن ممارسة الميسر أو القمار والإدمان عليه تحدث في دماغ لاعب القمار نفس الأثر الذي تحدثه المخدرات هل تريدون أكثر من ذلك وقالوا إذا اجتمع الخمر والقمار يكون التأثير كبيرا جدا حتى إن هناك منطقة منطقة الناصية يتم تدميرها تدريجيا حتى يفقد الإنسان القدرة على اتخاذ القرار يشعر نفسه أسيرا لغيره قراره ليس بيده لأن هذه المنطقة الناصية المنطقة التي خلف الجبهة أو ال 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 الفص ما قبل الأمام هنا من الدماغ هذا مسؤول عن القيادة عن التوجه عن الإبداع عن اتخاذ القرار عندما تتعطل هذه المنطقة ملايين الخلايا من خلايا الدماغ تدمر بسبب لعب القمار والخمر ودراسة ألمانية أيضا وجدت أن لعب القمار يطور لدى الإنسان سلوك عدواني سلوكا عدوانيا تجاه الآخرين وبخاصة تجاه أهل بيته لذلك الله تعالى ماذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في ماذا؟ في الخمر والميسر قارن بين الخمر والميسر وبين العداوة والبغضاء الدراسة العلمية الحديثة تقول لك إن تناول الخمر بالإضافة إلى لعب القمار يطور لدى الإنسان العداء السلوك عدواني تجاه الآخرين وبخاصة الشباب منهم إذن أنا من مصلحتي أن أتبع هذا الدين الذي يحرم الميسر على الأقل على الأقل لأسباب صحية أنا أريد أن أستمتع بهذه الحياة أريد أن أعيش حياة هادئة مستقرة مطمئنة وأتمتع بهذه الأجهزة التي سخرها الله لي الكبد والدماغ والقلب والرئتين أريد أن أعيش حياة هادئة الإلحاد يقول لي اعمل ما شئت دمر نفسك لا مشكلة انتحر لا مشكلة يعني أحد الملحدين حاورته ذات مرة وقلت له هل تعلم أن أكبر نسبة للمنتحرين في العالم حسب دراسة أمريكية منشورة على موقعي أيضا بين الملحدين أكثر نسبة في العالم بين من ينتحرهم الملحدون فأجابني إن الملحد يستطيع أن يتخذ هذا القرار بسهولة لأنه لا يؤمن بالأديان وهو يفتخر بذلك طيب هل الانتحار ظاهر صحية نحن نعلم إذا انتحر أحد الرأي العام ينشغل به أسرته تحزن عليه هو يعاني هو نفسه يعاني أثناء موته طيب الذين ينتحرون يكونون أكثر اكتئابا لديه اكتئاب حاد يعني إنسان سعيد لا يقدم على الانتحار إذن هناك علاقة أيها الأحبة بين الانتحار وبين الإلحاد أو الإيمان وبين الاكتئاب فكلما كان إيمانك بالله أعلى وثقتك بهذا الخالق العظيم أكبر كلما كانت نسبة الاكتئاب أقل لديك واحتمال أن تقدم على الانتحار أقل صفر بمجرد أن تؤمن بالله لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والنبي حذر حذر عندما أكد أن من ينتحر بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة طبعا يعذب بها ومن تردى من جبل يتردى يوم القيامة يعذب بنفس الطريقة التي انتحر بها من تجرع سما أيضا يعذب به خالدا مخلدا في النار طيب هذا التحذير القوي الذي أعطانا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلي هذا النبي أنا بحاجة إليه لأحمي نفسي لأحمي أولادي لأحمي أسرتي لأحمي هذا المجتمع من خطورة هذه الظاهرة التي بكل بساطة الملحد يقول لك لا مشكلة تستطيع أن تنتحر طيب ما هذه العقيدة المدمرة؟ عقيدة الإلحاد مدمر أيها الأحبة تسمح لك بتدمير نفسك أو أسرتك أو تدمير الآخرين لا مشكلة الإيمان بالله أيها الأحبة ليس مجرد إيمان بالله يعني أنت عندما تلتزم بتعاليم هذا الدين الله تعالى يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع يقول الله تعالى أيضا في سورة إسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا طيب هذا التحذير الشديد الذي وجهه لنا الله سبحانه وتعالى حتى مجرد النظر محرم مجرد النظر الله يراقبك تخيل أن هناك كاميرا كاميرات مراقبة 24 ساعة مصلطة عليك والذي يشاهدك من خلف هذه الكاميرات ولله المثل الأعلى طبعا هو الله ليس مخلوق أو بشر ينام لا تأخذه سنة ولا نوم تصور هذا المشهد إن الله خبير بما يصنعون تقف لا تستطيع أن تخطئ كلما هاممت بالخطأ تتذكر هذه الآية تتذكر قوله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إذن أنا ألتزم بهذه التعاليم وأبتعد عن الزنا والفاوحش والمحرمات والشذود ماذا يقول لك الملحد أو عقيدة الإلحاد هي ليست بعقيدة هي دين هي دين لديهم قوانين خاصة بهم لكم دينكم وليدين ماذا يقول لك دين الإلحاد يقول لك تستطيع أن تمارس هذا الزنا اللواط الشذوذ الفاحشة أي شيء ما دام هناك رضا بينك وبين الطرف الآخر طيب عندما طبقوا هذا في الغرب وفي الشرق الحمد لله خارج الدول الإسلامية ما هي النتائج ظهر مرض الإدز ظهرت أمراض معدية إصابات معدية جنسيا تجاوزت ثلث الشعب الأمريكي مصاب بها ثلث لأن معظم الشعب يزني هناك وبالتالي أصيبوا بهذه الأمراض التي تكلف الدولة مئات المليارات سنويا وهناك الآلاف يموتون الآلاف يعانون آلام فضيعة الآلاف الآلاف أيضا يخسرون أموالهم على العلاج طب لماذا كل هذه المشاكل إذا كان هناك دين ضمن لك السعادة ضمن لك أن يكون لديك زوجة صالحة تعيش حياة مطمئنة معها وتوفر وقتك وجهدك لتبني هذه الحياة لتعمر هذه الدنيا بدلا من أن تضيع وقتك في الفواحش والزنا واللهو والخمر وغير ذلك إذن أيها الأحبة هذا هو الإسلام هذا هو ما يقدمه لك الإسلام الحياة المطمئنة لذلك الله تعالى ماذا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعمل أعمال صالحة طيب الإسلام حرم الربا ماذا حصد الغرب الآن والشرق وغيرهم من الربا أصبح لدينا فارق كبير بين الطبقة الغنية جدا والطبقة الفقيرة جدا لذلك نجد في بعض الدول أن مثلا واحد بالمئة يمتلكون ثروة ثروة تسعة وتسعين بالمئة من الشعب أو تسعين بالمئة مثلا تختلف من دولة إلى أخرى واحد بالمئة فقط من الشعب يملك معظم الثروة تتركز في أيدي فئة قليلة والشعب يكون في يعني فقر شديد هذه الظاهرة التناقض أو التفاوت أو الاختلاف بين الأغنياء والفقراء حسب دراسة قامت بها وكالة ناسا الأمريكية درست أسباب انهيار الحضارات ووجدت أن السبب الرئيسي هو تفاوت الغناء يعني تجد طبقة قليلة غنية جدا ومعظم الناس فقراء هذا التناقض والتفاوت يكون سببا في انهيار الحضارات لذلك هذه الدراسة التي قامت بها ناسا تتنبأ بانهيار الحضارة الأمريكية لأن هناك تفاوت كبير تجد شخص معه عشرات المليارات وشخص لا يملك أي شيء عليه ديون هذا التناقض هو سبب انهيار الحضارات ومنها الحضارة الأمريكية طيب ما سبب هذا التناقض الربا الربا يزيد من غينة الغني بسرعة ويفقر الفقر لذلك حرمه الله الملحد يقول لك لا مشكلة أي نظام اقتصادي يحقق مصلحتك أنت ولو على حساب الآخرين اتبع هذا النظام بينما الإسلام لا الإسلام يريد مصلحة الجميع حتى جارك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال من كان يؤمن لم يقل لا يؤذي جاره لم يقل يعني يسلم على جاره لم يقل مثلا يتجنب الأذى لا قال فليكرم جاره مرحلة أعلى يعني أنت فرض فرض من النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليك إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر يجب أن تكرم جارك تصور لو أن كل شخص طبق هذا الحديث أنا أكرمت جاري وجاري هذا أكرم الثاني والثاني أكرم الثالث تصور هذا المجتمع المحب المتعاون القوي المتماسك هذا هو النظام الإسلامي بينما في الإلحاد قاموا بتجربة سألوا سؤال وهذا موجود على الإنترنت لمجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يقتنون الكلاب لأن هذه الظاهرة موجودة لديهم يقتني كلبا ربما لا يتزوج يعيش مع هذا الكلب رجل أو امرأة وعندما سألوا عددا كبيرا منهم إذا وجدت جارك يغرق وكلبك يغرق من تنقذ الغالبية العظمى قالوا انقذ كلبي لأن جاري لا يهمني هذا هو الإلحاد بالضبط أيها الأحبة مدمر يعني الإلحاد ليس هو قرار شخصي أنت تؤثر على غيرك أيضا بينما الإسلام يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره نظام الإلحاد في الغرب عندما يجتمعون حتى لو جاءك ضيف أنت لست مكلفا بضيافته لست مكلفا حتى باستقباله أو الرد عليه لست ملزما حتى بإنقاذه هو حر فليحترق فليذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إكرام الضيف سنة نبوية مؤكدة أيها الأحبة سنة من سنة النبي أن تكرم ضيفك نظام الإلحاد يقول لي بإمكانك أن لا تتزوج بإمكانك أن تتخذ صديقة أو صديق شذوذ جنسي ليس هناك أي مشكلة حتى أنهم وضعوا قانونا يوثق هذه العلاقات الشاذة عندما درسوا هذه الظاهرة وجدوا أن معظم مشاكل العنف المنزلي تتم أولا بين الشاذين جنسيا المثليين أو زواج المثليين عنف جنسي عنف جسدي كبير جدا ثم بين من يعني غير المتزوجين وأقل نسبة بين المتزوجين الزواج الرسمي تكون النسبة أقل ما يمكن العنف المنزلي نظام المناعة أيها الأحبة يكون لدى المتزوجين أعلى من غير المتزوجين هذه الدراسات علمية أيضا منشورة كلها على موقعي من أحب أن يتصفحها بالتاريخ واسم الجامعة ودراسات معروفة وشهيرة حتى إن الزواج يقي من السرطان أحيانا نسبة الإصابة بالسرطان بين المتزوجين أقل من الشاذين أو غير المتزوجين إذن أنا من مصطحة أن أتزوج فإذا جاءني نبي كريم يقول لي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتقى الناس وأخشاهم لله وهو يقوم وينام يصوم ويفطر ويتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فإذا كان هناك دين يلزمني بالزواج أنا من الأفضل بالنسبة لي لأسباب صحية على الأقل يعني لنقول أنت تريد بسطحتك الشخصية عليك أن تتزوج يعني علمياً الزواج أفضل من غير الزواج حتى أن هذا الدين أمر بمجموعة من العبادات أول شيء الطهرة في نظام الإلحاد هل رأيتم في نظام الإلحاد أو في عقيدة الإلحاد أو دين الإلحاد التزام بالوضوء خمس مرات كل يوم مثلاً أن تغسل وجهك وتتمضمض واليدين والرجلين مثلاً لا يوجد هذا النظام أبداً تستطيع أن تبقى شهراً من دون اغتسال من دون أي حتى أنت يمس جسدك الماء ليس لديهم مشكلة إذن هذا الدين دين الإلحاد يساهم في انتشار البكتيريا المؤذية هنا أيها الأحبة الوضوء يزيل هذه البكتيريا أكثر من 90% من البكتيريا المتراكمة في الفم والأنف وعلى الجلد وحتى في الرجلين يزيلها هذا الوضوء إذا قمت به عدة مرات كل يوم أو التزمت بهذا الوضوء طيب أنا من مصلحة الشخصية أن أتبع هذا الدين الذي يأمرني بالنظافة الشخصية حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد لا يبولن أحدكم في الماء الراكد اليوم في الغرب يتبولون في المسابح العامة أو الأحواض الصباحة العامة وهذه الظاهرة يعانون منها كثيرا ولم يستطيعوا إيقافها لذلك تجد يعني لوحات تقول رجاء لا تتبول في الماء رجاء كذا أحذر كذا إلى آخره لماذا؟ لأنهم ليس لديهم تعليمات نحن لدينا تعليمات محرم تحريم تعاقب عليه انظروا إلى قوة تعاليم الإسلام لذلك أيها الأحبة إذا ذهبنا إلى موقع بيوري سيرتش الأمريكي الشهير المسؤول عن الإحصائيات الدينية نجد أن الإلحاد في انتحار لأن نسب التكاثر لدى الملحدين أقل من النسب المطلوبة لكي يبقوا محافظين على أعدادهم نسبة أقل أعلى نسبة للتكاثر والانتشار هي بين المسلمين لماذا؟ لأن الإسلام يحرم قتل النفس يحرم إجهاد هذه الأجنة التي يعني هناك في أمريكا نشرنا مقالا آلاف الأجنة تقتل آلاف ظلما وعدوانا تجهض طبعا كلها من الزنا أو معظمها يعني في الصين أيضا هناك عدد هائل يوميا يتم إعدامهم من هؤلاء الأطفال الصغار الذين يعني هم أجنة لم يتجاوزوا ربما شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر من العمر يتم إجهادهم وإعدامهم وقتلهم والله تعالى يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يتم وعد وإخفاء هذه الكائنات البشرية التي يمكن من الممكن أن تكون كائنات فعالة تقدم الخير للبشرية تصوروا هذا الإلحاد أين أدى بهم أنا من مصلحة الشخصية لأحمي نفسي وأحمي أسرتي أن أتبع النظام الإسلامي تحديدا لأنه الأكثر قوة ووضوحا لأن هذا الإسلام يضمن لك أيها الأحبة التماسك الإجتماعي والحياة السعيدة هل رأيتم ملحدا محبوبا من قبل مجتمعه؟ لا يوجد حتى المجتمع يرفض حتى عندما تعلن عن إلحادك تصبح مرفوضا من قبل المجتمع حتى لو ظاهريا جاء ملك وتعامل معك ولكن داخليا ضمنيا هو يرفض معظم المجتمع يرفض الملحدين أيها الأحبة طيب ما مصلحتي أن أكون مرفوضا الإسلام يجعلني محبوبا من قبل الآخرين لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذلنا على طريقة عجيبة لكسب ثقة الناس ومحبة الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس إذا أردت أن تحصل على ثقة الناس ومحبتهم فازهد فيما عندهم لا تطمع لا تنظر إلى عوراته إلى حرماته لا تنظر لحليلة جاركة مثلا لا تنظر لعرضه ازهد تعفف هذا هو دين الإسلام يرحب دين الطهارة والعفة لذلك أنت تصبح ذوم ذا مصداقية أعلى وثقة أعلى من قبل الآخرين إذا كنت مسلم حقيقيا حتى الملحد يثق بك أكثر لا يثق بالملحدين من أمثاله لماذا؟ لأنه يعلم أن الإلحاد ليس له منهج لا يوجد خوف من شيء ليس هناك إله تخاف منه وبالتالي فإن هذا الدين دين الإسلام يضمن لك السعادة يضمن لك عدم الاكتئاب يضمن لك مواجهة سكرات الموت وهذا موضوع مهم أيها الأحبة الملحد الموت بالنسبة له مجهول لا يعلم ماذا سيحدث بعد الموت تجده خائف مضطرب إذا مرض وعجز الطب عن علاجه يصبح في حالة اكتئاب لأنه ساقتربت نهايته وهذا يضاعف من حالته يضاعف من مرضه فيموت بسرعة المؤمن يحلم بلقاء الله لأنه قرأ قول الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والجهاد هنا أيها الأحبة هذه الآية نزلت في مكة سورة العنكبوت لم يكن هناك جهاد بالسيف لذلك المقصود بالجهاد هنا تحديدا جهاد النفس والشهوات وجهاد نشر العلم النافع وجهاد الصبر على أذى الآخرين تصور أن الصبر هو جزء من رسالة الأنبياء وأوذوا في سبيلي النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس صبرا وبلاء بين كل البشر طيب أنا الدين الذي يعطيني قوة هائلة لمواجهة أي مشكلة تعترضني بالصبر أين أجد هذا الصبر عند الملحدين يعني إنسان ظلم إنسان مظلوم ولا يستطيع ضعيف لا يستطيع أن يفعل أي شيء عندما أكون ملحدا ويأتي شخص أقوى مني فيظلمني ماذا أفعل؟ سأموت قهرا سأكتئب ستصبح حياتي تعيسى في ظل الإسلام أنت تعتبر أن هذا بلاء من الله وأن الله سيجزيك به أضعاف مضاعف يوم القيامة سيجزيك أضعاف ما أخذ منك وسيعطيك جزاء عظيما تقول لك الملائكة يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم لذلك أيها الأحبة هذا الصبر ينقلب اكتئابك إلى سعادة تصور أنك تظلم ويساء لك ربما يأخذ مالك ربما أحد يسرقك ربما أحد يعتدي عليك كل هذا بمجرد أن تصبر صبرا جميلا كما صبر سيدنا يعقوب عليه السلام على فراق ولدي هذا الصبر الجميل ينقلب إلى إحساس بالسعادة إحساس بالطمأنينة إحساس بالرغبة بما عند الله يقربك إلى الله سبحانه وتعالى لأن كما قلنا الصبر هو جزء أساسي من دخولك الجنة أن تصبر تصبر على أذى الناس على أذى الجار تصبر على ظروفك المعيشية ربما تتعرض لضغط اقتصادي خانق تجد نفسك صابرا محتسبا قويا في مواجهة هذا الظرف حتى تتجاوز هذه المحنة لذلك أيها الأحبة هذا الصبر أنا بالنسبة لي مهم جدا طيب الإلحاد ماذا يقدم لي لنفرض أنا الآن تعرضت لمشكلة في ظل دين الإلحاد كيف أعالج ذلك إذا كنت تقول لي أنت ستموت وليس لك أي قيمة وأنت خلقت كسلالة تطورت من فئران وحشرات وكذا وقرود وأصبحت إنسان ليس لك أي قيمة وستموت وليس لك أي قيمة إذن كيف سأواجه ضغوط الحياة بهذه النظرة الشاذة والله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إذن أيها الأحبة هذا الدين أعطاني أيضا شيء آخر نعمة الوضوء والطهارة الطهارة بعد مثلا على الأقل في الأسبوع مرة على الأقل في الأسبوع مرة يوم الجمعة أين أجد مثل هذه التعاليم طيب أعطاني نعمة الصلاة الصلاة خمس مرات كل يوم فيها حركة هناك مجلة متخصصة بالأنظمة الصناعية ليس لها علاقة بالأديان ولا الإلحاد ولا غير ذلك نشر الدراسة عن تأثير الصلاة على العمود الفقر والهيكل العظم للإنسان من خلال برنامج محاكاة عن طريق الكمبيوتر قالوا إذا أتممت الصلاة بخشوعها بركعاتها بوقوفها وبنفس النظام الإسلامي خمس مرات كل يوم بمواقيتها فإن هذا يعالج مشاكل العظام الفقرات وأسفل الظهر ومشاكل الدسك وانقراس الفقرات وانزلاق الغضارف وغير ذلك طيب هذا الدين جميل أنا أنا شخصيا نتيجة الجلوس الطويل أعاني أحيانا من مثل هذه المشاكل فتأتي الصلاة لتنقذني من شر هذه الأمراض الحمد لله الالتزام بالصلاة وكثرة السجود والركوع طيب شيء جميل هذا لماذا أتبع الإلحاد الذي يقول لي لا مشكلة تستطيع أن تجلس أن تمشي أن تفعل أي شيء اتبع العلم طيب العلم يقول لك الصلاة مهمة لماذا لا نتبع الصلاة الزكاة أيها الأحبة قاموا قاموا بدراسات كثيرة جدا كلها نشرتها على موقعي ملخص هذه الدراسات أن الإنسان الأكثر سعادة هو الأكثر إنفاقا ووجدوا أن الذي ينفق المال يكون أكثر سعادة من الذي يأخذ المال شيء عجيب أيها الأحبة هناك هرمون اسمه أو مجموعة هرمونات اسمها هرمونات السعادة يحررها يفرزها الدماغ فيشعر الإنسان بنشوة إذا تناول طعاما لذيذا إذا أخذ مكافأة إذا كذا فعندما تعطي المال لاحظوا أن الذي ينفق المال على الفقراء والمحتاجين يكون أكثر سعادة من هذا الذي ينفق علي تصوروا لذلك أنا من مصلحة أن أتبع الدين الذي يأمرني بالإنفاق أطول نص في القرآن يتحدث عن حكم شرع واحد هو في سورة البقرة الإنفاق في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون الإنفاق الزكاة فرض ركن ركن من أركان الإسلام أنا من مصلحتي أن أعتنق دينا يجبرني على الإنفاق ليضمن لي السعادة بينما الإلحاد يقول لك أنت حر لفعل ما تشاء تنفق لا تنفق فليذهب إلى الجحيم هذا الفقير ليس مشكلتك هل هناك قوانين في الإلحاد هل هل قرأتم في أي كتاب عن الإلحاد هناك مجموعة من القوانين تأمرك بأن تنفق المال يعني أمر لا يوجد جمعية القلب الأمريكية قبل أيام قبل أيام قليلة ونشرته على موقعي تفاجأ العلماء من قوة تأثير الصيام قالوا حتى لو صمت يوم واحد في الشهر هذا اليوم له تأثير قوي جدا على المدى الطويل على سلامة القلب وأنظمة عمل القلب فكيف بمن يصوم يومين في الأسبوع ويصوم شهر كل سنة تجد أن قلبه أفضل بكثير ممن لا يصوم لأنهم عندما درسوا تأثير الامتناع عن الطعام والشراب لفترات محدودة يصمونه الصيام المتقطع حتى أن دراسة أخرى تقول أفضل أنواع الصيام هو 16 ثمانية يعني 16 ساعة لا تأكل شيء ولا تشرب وثماني ساعات تأكل وتشرب قريب جدا من النظام الإسلامي نحن الفترة من أذان الفجر إلى أذان المغرب بحدود 15-16-17 ساعة تقريبا يعني فتصوروا أيها الأحبة هذه الفوائد وهناك دراسة أيضا جريدة ديلي ميل البريطانية تقول الصيام يومين في الأسبوع يساعد على الشفاء والوقاية من مرض سرطان الثدي أجريت على نساء هناك طيب أنا هناك دين يأمرني بهذا الصيام بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فإنه لا مثيل له لا مثيل له العلاج الوحيد للتخلص من السموم هو الصيام لا يوجد أي دواء آخر يمكن أن يخلص خلايا جسدك من السموم لأنك عندما تصوم أيها الأحبة وهذا كان موضوع جائزة نوبل عام 2016 الذي أخذه العالم الياباني نال جائزة نوبل على بحث يسمى الالتهام الذاتي متى يحدث هذا الالتهام الذاتي تحدثنا عن ذلك طويلا باختصار عندما تجوع فإن هذه الخلايا تذهب وتلتهم الخلايا الهرمة والخلايا المريضة والخلايا الشاذة حتى إنهم وجدوا أن هناك علاج للأكزمة ومشاكل الجلد التي عجزك كل الأدوية عن علاجها يعالجونها الآن بالصيام بالامتناع عن الطعام والشرب لأنك عندما تفرض على الجسم نظام قاسي قليل السعرات الحرارية فإنك تجبر هذه الخلايا على التهام الخلايا الشاذة وخلايا الأكزمة هي خلايا شاذة خلايا السرطان هي خلايا شاذة كل الخلايا الشاذة في الجسم خلايا الملتهبة هي خلايا شاذة أيضا يعني حتى التهاب الرئتين يعالجه الصيام طيب أنا أمام دين يقول لي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأمام دين آخر يقول لي كل ما تشاء وليس هناك أي مشكلة ودمر جسدك ليس هناك أي مشكلة طيب أتبع هذا أم هذا لا بالعكس أنا أتبع الدين الذي يأمرني بالصيام ويرغبني بالصيام بل إن الله خصص بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون الذين يكثرون من الصيام باب الريان للجنة ثمانية أبواب منها باب يقال له الريان لا يدخله لا يدخله إلا الصائمون إذن أيها الأحبة الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله فيه فوائد كثيرة الصلاة فيها فوائد الزكاة الصيام حج البيت تحدثنا مطولاً عن أسرار الحج وفائدة المشي المشي إلى المساجد الطواف حول الكعبة أفضل رياضة اليوم على الإطلاق هي المشي لعلاج مرض السكر لعلاج ضغط الدم لعلاج كذا الكوليسترول أمراض القلب أمراض المفاصل تعالج الكثير هذه الرياضة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرنا قال وكثرة الخطى إلى المساجد هذا العمل العظيم الذي رغب به النبي كثرة الخطى إلى المساجد أن تذهب تمشي يريد لك النبي الشفاء يريد لك جسداً معافاً الإلحاد يقول لك لا مشكلة تجلس تمشي ليس هناك أي مشكلة طيب أيهما أتبع طيب الإسلام أيها الأحبة شجع على التسامح والدراسة الأمريكية تقول وهي منشورة أيضاً على الموقع أطول الناس أعماراً أكثرهم تسامحاً لأنهم أجروا دراسات كثيرة على أناس يغضبون وينفعلون ويحقدون ولا يتسامحون وجدوا أن القلب لديهم منهك متلف شدة الضغط لأن عملية الغضب أيها الأحبة عندما يغضب الإنسان تتسارع دقات القلب تزداد نسبة السكر في الدم هناك هرمونات تفرز بشكل طبيعي في الجسم يتهيأ الجسم للقتال لكذا لأن الغضب ظاهرة طبيعية وضعها الله فينا لكي ننجو بأنفسنا من مواقف مثلاً مخيفة تهرب من وحش تهرب من زلزال تهرب من حريق إذا مارستها ضد الآخرين ما الذي يحدث في القلب ينهك القلب وقد تموت موتاً مفاجئاً لذلك احتمال أن تموت موتاً مفاجئاً بعد نوبة غضب ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف ربما أكثر من الإنسان العادي الذي لا يغضب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاث مرات طب أنا أتبع هذا النبي أم أتبع الإلحاد الذي يقول لي ليس مهماً افعل ما تشاء فوضى فوضى يعني دين الإلحاد فوضى أيها الأحبة أتبع الإلحاد الذي يقول لي لا تتسامح أو تسامح مسألة شخصية أنت تقررها وبين من يفرض علي أن أعفو الله تعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى ويقول أيضاً فمن عفى وأصلح فأجره على الله آيات كثيرة تأمرني أن أعفو عن الآخرين طب أي دين أتبع الدين الذي يضمن لي طول العمر السعادة أن يكون جسدي سليماً أن تكون هذه الأعضاء أكثر سلامة لأستمتع بها في الدنيا أيها الأحبة يعني والله الإلحاد ليس أصلاً هو ليس بدين يعني نحن نقول إنه دين هكذا الدين يجب أن يكون عبارة عن مجموعة من القوانين الله تعالى يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون يعني هذا الدين هو مجموعة من القوانين لا تزني لا تسرق يعني عندما حرم السرقة هذا الدين الذي يحرم السرقة يحرم الزنا يحرم أن تؤذي حتى النبات يعني البارحة قرأت بحثاً أن النبات يصدر صوتاً أو ترددات فوق صوتية حللها العلماء على أنه يطلق صرخة صرخة ألم عندما تقطع أو تعذب هذا النبات النبي أمر أن لا نقطع لا تقطع شجرة أمر أن لا نعذب حتى النبات لا نحرق هذا النبات أمر بعدم إحراقي لا يجوز طيب أتبع هذا الدين أم أتبع الإلحاد الذي يقول لي افعل ما تشاء لأن هذه الطبيعة تستطيع أن تفعل ما تشاء تعذب تقتل كذا ما هذه الفوضى التي يعيشها الملحد أيها الأحبة لذلك خذوا كل تعاليم الإسلام كل تعاليم الإسلام أيها الأحبة كلها رحمة كلها تسامح كلها محبة كلها عدل كلها إحسان للآخرين لذلك لكي لا أطيل عليكم أختم بهذه الدراسة اليابانية التي قاموا بها ووجدوا أن مجرد الكلمة الطيبة لها مفعول يشبه تأثير الصدقة على الآخرين تحرر هرمونات السعادة عندما تتحدث بكلام طيب مع الآخرين وعندما تسمع كلاما طيبا أيضا تتحرر هذه أو تفرز هذه الهرمونات هرمونات السعادة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة ويقول أيضا وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة انظروا كم كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء كان أكثر الناس كرما وجودا كان أكثر الناس عدلا وإنصافا لم يؤذي أحدا حتى النبات أمر بالإحسان للنبات أمر بالإحسان للحيوان امرأة دخلت النار بسبب أنها عذبت هرة قطة دخلت النار إذن أيها الأحبة والله يعني نصيحتي لك أيها الملحد فقط اجلس بينك وبين نفسك وتأمل تعاليم هذا الدين الحنيف ودعك من هذه التشوهات وهذا التشويه لهذا ما يقوله الإعلام وغير ذلك أترك هذا جانبا مؤقتا أتركه أدخل إلى القرآن وإلى تعاليم الإسلام أدرس روح الإسلام ما هو الإسلام ما هي التعاليم الموجودة في القرآن ما هي التعاليم التي نطق بها النبي صلى الله عليه القرآن 6236 آية فقط ادرس هذا الكتاب بحيادية حرر عقلك من كل شيء استمع إلى هذا الكتاب بحيادية بمنطق بشكل علمي وادرس هذه المعجزات الموجودة في هذا القرآن وادرس كل تعاليم القرآن هل تجد أمر واحد ليس فيه خير لك هل تجد نهي واحد شيء نهاك الله عنه ليس فيه شر نهى عن الخمر فيه شر وضرر نهى عن الزنا فيه ضرر وإدز وغير ذلك نهى عن الميسر أو القمار فيه أيضا أضرار كثيرة نهى عن مشاهدة الأفلام الإباحية أيضا فيه أضرار كثيرة على الدماغ نهى عن الموبقات نهى عن الشذوذ الجنسي أمرك أن تكرم أبويك الغرب اليوم يعاني من مشكلة كبار السن مشكلة تكلفه المليارات اقتصاديا أين يذهب بهؤلاء أين يذهب بهؤلاء كبار السن لأن الأبناء تخلوا عنهم في الإسلام من الكبائر أن تسيء لأبويك من الكبائر أن لا تكرم أبويك كبيرة إذا لم تكرمه وتخفض له جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة اقرأ هذه المعلومات أيها الملحد اقرأ هذه التعاليم لا تحصر دماغك في وسائل الإعلام التي قتل وذبح وكذا اترك هذا اتركه مؤقتا فقط اقرأ عن الإسلام ثم اقرأ ما يقال ولكن اقرأ القرآن الذي هو مصدر هذا الدين هذا الكتاب العظيم الذي يأمرك أن تحسن وقولوا للناس حسنا أمرك أن تعدل وأن تعفوا أقرب للتقوى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمرك هذا الكتاب العظيم ألا تظن مجرد الظن السيء اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يعني قليل من الظن هو إثم ولكن يجب عليك أن تجتنب الكثير من أجل هذا القليل الذي لا تعرفه أنت نهاك عن الظن نهاك عن التجسس هل يوجد اليوم في أنظمة الإلحاد نهي عن التجسس ولا يتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لا يجوز لك أن تتجسس على إنسان لا يجوز لك أن تتكلم على إنسان بشيء يكرهه طيب هذا الدين أيها الأحبة هذا هو الإسلام أيها الأحبة لذلك عندما نجد أن الإسلام حسب موقع CNN في آخر دراسة أجروها هو أسرع الأديان انتشارا هذا هو السر أيها الأحبة لأن الذي يدخل إلى هذا الدين ويقرأ يجد أن دين التسامح دين المحبة دين العدل دين الكرم دين الكلام الطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فهذا الدين أيها الأحبة عندما يقرؤون تعاليمه هذه فإنهم يعني مباشرة يدخلون في هذا الدين هذا هو السر هذا الانتشار الكبير لهذا الدين في هذا العصر أيها الأحبة ولن يستطيع أحد أن يوقف ذلك لأن الله قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته